أكثر فكرة من تشرب العالم كلها كل الأدوية النفسية بتعمل إدماء؟ تسبب إدماء نحتاج أدوية نفسية إن الأدوية النفسية اللي المفروض تخلي حياتنا أحسن ممكن تخلينا مدمنين ومجانين واحتمال كبير ما نقدر نستغني عنها طول حياتنا فمن وين جت هالفكرة؟ والأي درجة هي صح أكيد إنك سمعت عن مجنون الحار هذاك الشخص المنبوذ اللي ما حد يقرب منه ولا حد يتعامل معه وكان الأمل مفقود بأنه يتعالج مسألة وجود مجنون الحارة هذه هي مسألة موجودة وقديمة وفي كل مكان بالعالم وبدال ما يتعالج بالطرق الصح ويرجع يكون إنسان طبيعي تعاملوا مع البشر بطرق تعدة النبذ اللي نسويه اليوم طرق غير سليمة ومؤذية في نفس الوقت وكل هذا كان يصير مع أي شخص كان مضطرب نفسيا قبل القرن العشرين لكنه تحديداً في فترة الخمسينات بدون الأطباء النفسيين يعالجون هالحالات طرق جديدة ومستحدثة واللي هي عن طريق الأدوية مواد تقدر تعالج وتحل تعذيب المرضى وتحفظ كرامتهم والأهم من كل هذا إنها تساهم بأنها ترجعهم من حالتهم الطبيعية لكن هذه الوصفة ما كانت سحرية بالدرجة الكافية لأنها مع الوقت تحولت لكارثة كبيرة ففي الستينات بدت شركات الأدوية الأمريكية تنتج عدد كبير من الأدوية النفسية المهدئة والمضادة للقلق وتبيعها وتروج لها بالتوازي لربات المنازل تقول في إعلاناتها ترضى العلاج يقدر يخلي مشاعرك حسن فهم بهذا الأسلوب مو بس خلوا الأدوية النفسية تعالج الأمراض إلا أنهم راحوا لمشاعر الإنسان الطبيعية مثل تقلبات مزاجة، إنخفاض آداءة ومسألة عدم رضاءة عن نفسها وعلاقاتها وخلال فترة قصيرة من هالدوامة التسويقية وصار جزء كبير منهم مدمن على هذه الأدوية قبل لا يروح بالك بعيد وتحس أن الأدوية النفسية فيها مشكلة أو أنها ممكن تخليك مدمن أو يصير فيك مثل اللي صار بالستينات المجال النفسي أعقد بكثير من اللي نتوقع وخلن نمشي مع هذه التعقيدات ونحللها واحدة وحدة بالبداية الأدوية النفسية اللي ممكن تسبب إدمان نسبتها قليلة جدا ما تتعدى العشرة بالمئة هذا الشي مطمن بدرجة كبيرة وبقول لك له في حال وصف أي دوة نفسي للمريض يكون قدام خيارين يام يجمعهم كلهم أو يستخدم واحد منهم ففي عنده العلاج النفسي المعرفي عبارة عن جلسات نفسية تركز على جذور المشكلة وتحلها وتستمر فترات طويلة ولها أنواع كثيرة بس المفيد فيها أنها تعالج منابع الأفكار السلبية عند المريض وفي العلاج الثاني واللي هو موضوعنا الأدوية عبارة عن طريقة سريعة ومضمونة تعالج الأعراض مثلها مثل يوم تروح للطوارئ وفيك حرارة ويعطونك خافض مؤقت وبعدها فترة ممكن ترجع حرارتك ترتفع لأنهم ما أعطوك علاج عالج مسبب الحرارة نفسه لو لا قدر الله كان فيروس واللي هنا يعادل جذر المشكلة النفسية أما العقدة الثانية واللي بتجاوب على أسئلة كثير مثل وين راح التسعين بالمئة من الإدماء وليه المريض إذا ترك علاج معين نعرف أنه يعاني من آثار انسحابية فخلني أقول لك مثال يوضح هذه الفكرة واسمح لي أضربها على القهوة وهي المثال اللي يضبط على النسبتين فتخيل معي أنت يوم تشرب أول كوب قهوة في حياتك تتحرك نواقلك العصبية مباشرة لمخك وتزيد تركيزك لكن مع كل كوب قهوة ومع التعود والوقت يصير جسمك يحتاج أكثر من كوب قهوة واحد وهذا الشيء صار لأن نواقلك العصبية ضعفت وتعودت على كمية قهوة معينة فأنت يوم تيجي توقفها فجأة تضطر أنك تخل بمستوى تعود معين كام تعود عليه مخك الفترة عشان كذا طبيعي تحس بالصداع إذا قطعتها فجأة ومع الوقت من ذا الترك تقدر تعيش عادي وتركز وتصحصح بدونها فشفتوا شكاعدة تسوي القهوة بمخك الحين هذا بالضبط اللي تسويه 90% من الأدوية النفسية تنتج تعود جسماني بعيد على الإدمان فهي تحفز النواقل العصبية المناطق ثانية غير التركيز اللي بالقهوة وتروح المناطق مسؤولة عن معالجة التشتت أو شعور الاكتئاب أو غيرها فلو وقفتها فجأة طبيعي بتحس بالآثار الانسحبية ونفس مثال القهوة يضبط بعد على العشرة بالمية من الأدوية اللي خلقت كارثة أمريكا وممكن تخلي الناس تخاف من فكرة إدماء الأدوية فإن بعض الأدوية النفسية قليلة جدا تخليك بعد ما تاخذها تحس بشعور النشوة وشعور حلو أكثر من الطبيعي لأنها وصلت للمنطقة المكافأة في مخك مثل الأدوية المهدئة وأدوية القلق وهذه العقدة الثالثة من مجال الأدوية النفسية فهي لأنها تخليك تحس بشعور حلو أكثر من الطبيعي فممكن كثير من الناس يسيؤون استخدامها ويدمنون عليها فاللي حاصل الحين 90% من الأدوية النفسية ما فيها أدماء ولا تخليك تحس بشعور النشوة أو الشعور الغير اعتيادي أما العشرة بالمية اللي ممكن تخليك تحس بشعور النشوة وممكن تسيئ استخدامها فانت ما تقدر تاخذها إلا بوصفة طبية مقيدة وجرعات قليلة جدا وفق خطة علاجية مدروسة ومرتبطة بسجلك الوطن تحت شراف طبي معتمد يفهم حالة المريض ويحدد المقدار المناسب للجرعات اللي يحتاجها فعلى الرغم من كل التعقيدات والأفكار المغلوطة في العلاج النفسي والأدوية لأنها ساعدت وحسنت حياة كثير من الناس والأهم أنها حفظت كرامتهم